شوف هذا الشركة الجديدة يعتبر دائما كل ما كانت داتا قليل كل ما كانت ومع ذلك بنجتهد وبنحلل فيه طيب هذا النايفات ليش صابرين عليه مع أنه نحن داخلين وصح من أول ما اخترق متوسط الخمسين على اليوم شوفوا هذا منطقة دخول أخوكم أبو محمود وكنت أبغى 10% وتحققت العشرة بالمية هنا في المنطقة بعت لكن بصراحة طمعت ما بعتها كلها كنت ناوية بيعها كلها بطلت وحدة مرة كده فتح بقاب واقتحم المقاومة دي واقتحم المطب هذا شوفوا نحن فين الآن في النايفات شوف إلى الآن هذه 19.96 ومقفل 19.92 لكن مو مشكلة في عندنا برضو القمة الفرعية هي تقرأ عند التسعتاشر وستة وتمانين هذا شوف سبق إنه كمان كسرها ولجع شوف ارتق شوفوا النايفات فين واقف الآن واقف عند دعم أنا كنت ناوي شا سوي أنا كنت ناوي بيعها كلها بطلت لما شفت القاب أب والاختراق ده بطلت وخيشت ابن الذين أنا قلت وقته خلاص رايحين الميتين ما راح الميتين راح ووصل أعلى رقم هنا عشرين تمانية وخمسين طيب أنا دائما محدد قلت والله لو يكسر ويقفل النايفات تحت التسعتاشر ريال أنا كنت في فجوة شوف في فجوة تركها هنا عند تسعتاشر ستين أنا حطيت الفجوة دي أديت عذر وقتها قلت لو ينزل للفجوة ما عندي مشكلة خلاص أنا كسبانة يمكن أشتري ما اشتريت سبحان الله شوفوا نزل حتى الفجوة ما قفلها الفجوة كم تقرأ الفجوة تقرأ تسعتاشر ستين عفوا الفجوة تقرأ نعم تسعتاشر ستين هو سجل تسعتاشر ستة وستين هدول اللي يقولوا الفجوات ضروري ومو ضروري لا مو ضروري وصل النايفات تسعتاشر ريال ستة وستين وما قفل الفجوة وارتد النايفات وراح قريب المنطقة اللي هو وصلها وماشي عرضي الآن هل هو سيء؟ ذا ما هو سيء ما استقيه؟ معفن طيب معفن بأسلوبه لكن ما هو سيء اللي مو خليه سيء بالنسبة لي انه سبحان الله القمم هادي الاخيرة اللي عند المطب هو فوقها وماشي عرضي انا قلت هادي استراحة محارب يلا يا شباب اذا اقتحم النايفات شوفوا الان كم قمة عندنا واحد اثنين ثلاثة كل قمة ادنى من قمة خلاص سال عندنا زي الاتجاه الهابط وهذا الاتجاه اكيد له قناء تحت شايفين؟ ها سارة هذه اشبه بالقناة الهابط وهذا منتصفها يعني لو جينا بكرة في النايفات كسر النايفات تسعة عشر ستة وتماني ايش حيروح غالبا في ظننا؟ معنى ناوي الفجور مرة تانية او ناوي قاع القناة تسعة عشر ونص تسعة عشر ستة انا هنا يا شباب والله لا اشتري الكمية اللي انا بايعها الاولاني اللي بيعتها فوق العشرين قريبا العشرين ونص مع افتتاحه بالفجوة دي اللي خلتني اكسب العشرة بالمئة ارد ام امه مع اني ما اخفيكم اني انا اشتريت خربت امه المتوسط هاي بس انا باقول لو اني ما اشتريت ولو نزل الام فيها اشتري كمان ايو اشتري خلاص من الفرص اللي ما طلعت عندي خليني استفيد ولا ولا اقول السهم سيء ليه سيء بالعكس انا حاسس انه نحن ممكن نكون زي موضوع شارط الصادرات زي موضوع العلم والراية طيب لو جاء واحد الآن ما يملك في السهم ده وفيهم القصة دي القصة ايش تقول تقول لو اقتحم النايفات عشرين ثلاثين وكشف الميتين عند العشرين اربعة وتمانين يسيب النايفات ولا يطمر هيطمر لانه هو ما هيفكر في الميتين بس هيفكر انه هذا النموذج نموذج جميل واحتمال كبير انه مية بالمية هيخترق الميتين لانه مرحلة عرضية معقول هيطلع بعدها عشان يجيب لك نص ريال بس مستحيل شوفوا نحن قاعدين نحلم بايش هذا رقم ومنطقة انا ذكرتها للاخوان ايام وسميتها حقة ابو محمود كبيتا من 18 الى 17 فرصة لأهل النايفات اللي تعلقوا ايام الاكتتابات يعدلوا اللي عليهم فوق الثلاثين ولا بتسعة وعشرين والوعد الثلاثة وعشرين ليش انا قلت لهم الوعد الثلاثة وعشرين واثنين وعشرين اللي هي هذه المناطق هذه المناطق يا اخوان شوف شوفوا هنا في قاع كسروا اختبروا اما القيعان دي اللي انكسرت لم تختبر بعد فعلى نظرية القمم والقيعان الهاب شوفوا الان انا متفائل كثيرا ان شاء الله ما دمنا داخل القنادي العرضي اللي ابعادها تسعة عشر ستين اغلاق الفجر لو نزلها السهم او اخترق العشرين ثلاثة تعالوا نقيس المسافة من هنا الهين بعدين ناخد شوفوا كيف بديها جيبان الطلعة دي اللي اطلعها من عنده السبعتاش وثمنتعشر الى هين قدها بالظبط لو طلعها من هنا الهين وحيكون هدف ملاك النايفات في المنطقة هات وهي اختبار لمطبات مكسورة في مطب في سبتمبر وفي مطب في جولاي ودائما تسمعوا انتو حكاية مطب جولاي ومطب سبتمبر والصبر طيب ممكن يجيك واحد من جماعة هدول اذا كسر النايفات يقول لك سلبي وين اش يقصد في السلبية سلبية مضاربية يعني عشان تلاتين هلل خليته سلبي انا مني شايف السهم سلبي انا شايف السهم ماشي عرضي في استراحة محارب دخل في موجة صائدة ما شاء الله حلوة جابت السهم من سبعتاش ريال وربع الين عشرين تمانية وخمسين هللل اليوم قيمة تساطاش اتنين وتسعين ما زال محسوب علينا قريب القمة وراسم لنا مسار عرضي وراسم لنا الآن قناة هابطة فرعية ابعادها تساطاشر ستين وبعدين عندي تقاطع الخمسين مع المية وانا فوق المتوسطين بس باقيلي عشان يقوى السهم في الموجة دي يعدي الميتين طيب الميتين فين قريب نطاق تذبذب السهم في اليوم اقل عشرة بالمية طيب لو طلع هذا عشرة بالمية على بعد خمسة بالمية الميتين هذا لو طلع اخترقها ونسب وتاني يوم فتح بقاب اب والسهم سار في جلسة جلستين او ثلاثة اخذك على الثلاثة وعشرين ريال هاي راحت عليك الهبرة دي بسبب كلمة سلبي ليش سلبي ياخوي قال شوف على اليوم ينازل طيب على اليوم ينازل بس وين نازل اش شايف في الشارت شي سلبي انت في الاكسة الشارت الان حتى على اليوم يعتبر ممتاز عاجل بس انه اللهم انه السهم ما شيء عرضي كانه في استراحة محارب كأنه بنزل ركاب هنا وقاعد يحمل ركاب جدد لمرحلة جديدة ما لم نكسر على الاقل لو نبغى نمشي على مبدأ القناة ما لم نكسر القناة الهابطة اللي نحن الآن ما شيء عرضيا اشبه بال قلنا بنموزج العلم او الراية في الرحلة الصعيد لو تحرك السام اقتحم عشرين ثلاثين معناها كشفنا متوسط الميتين حتكون مقاومة قوية الله ماذا لو تجاوزنا الميتين على اليوم شايفين القمة الفرعية دي واحد وعشرين ستة وخمسين شايفين هنا مطب هو ناذر شوف قاعد كم يوم هنا هذا مطب حيصير في الطريق مقاومة واحد وعشرين ستة وخمسين طيب لو عدا انكشف الهدف الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي فين من قاء سبتمبل لقاء جولاي من تنين وعشرين تنين وثسعين الى انت وحظك ضمن نظرية تلاتة خمسة سبعة تلاتة وعشرين تمانية وسبعين والله مشي على النظرية بكرا نقول جاء من سبعتاش الى تلاتة وعشرين على النظرية وتحقق هدف ابو محمود كابيتل ما الفرق بين النايفات هنا من هنا الهن وما الفرق بين النايفات الان هنا هل تداولي هنا زي تداولي هنا تداولي هنا كنت تحت المتوسطات التلات بينما تداولي هنا انا فوق المتوسطين فشتانا ما بين الحالتين ومع ذلك السهم في الاتجاه الهابط أرتد من 20 إلى 21.5 هنا كانت فرصتها صعبة وتحققت فما بالك فرصتها الآن نتركها نسيبها ضمن المعطيات الفنية دي لا والله ما نسيبها نصبر عليها ليه هي قليلة تخيلوا السهم سحبنا 19.5 بعدين راح 21.5 هذي كم بالمئة تروح علينا ليش بدي أخاف يلا الله يوفق الجميع اشتركوا في القناة